في ميدان المواجهة مع قوة الظلام الإرهابي تصاعدت وتيرة الهجمات الأمنية التي انتصر فيها جهاز مكافعة الإرهاب وأجهزة أمنية من أهمها جهاز المخابرات الوطني العراقي الذي أعلن نصرا كبيرا في الأيام الأخيرة تمثل باعتقال خلية تابعة لداعش كانت تخطط لعمليات انتحارية في العاصمة بغداد وتواليا على مدار الساعة تبصر العين الأمنية في البلاد للوصول إلى جماعات إرهابية في العاصمة وشتى المحافظات العراقية حيث أعلن جهاز مكافعة الإرهاب القبض على خمسة إرهابيين وهم الرؤوس الكبيرة لهيئة التصنيع والتطوير في عصابات داعش بعد تنفيذ ضربة جوية ناجحة أدت لمقتل الإرهابيين من عصابات داعش الإرهابي في طولس خرماتو وخلال معلومات استخبارية ألقت قوات الأمن العراقي القبض على الإرهابيين في كاركوك وإقليم كردستان من بينهم المكنة بأبي عبدالبر الأمريكي في السليمانية وهو إعراقي الجنسية كان يسكن في السويد والتحق إلى عصابات داعش ليعمل فنيا ضمن ما يسمى ولاية العراق تم القبض على إرهابيين والعقل المدبر لمجموعة المتخصصة بتحوير طائرات مسيرة لاستخدامها في أسلحة كيموية وحمل قنابل وتحوير الصواريخ التقليدية الموجهة جهاز مكافحة الإرهاب أكد أن تلك المجموعة من أخطر المجامع الإرهابية ولديهم ارتباطات بإرهابيين في العديد من الدول الأجنبية والإقليمية ما يضيف إلى جهاز الاستخبارات إنجازاً وطنياً جديداً جاء خلاصة العمل الدؤوب لأشهر طويلة في سبيل حماية ثرى البلاد من خطر الإرهاب